فلا بدأت أشوف الموضوع بشكل مختلف رمضان بالنسبة لك كان شغل وكمان نجاح وحظ يعني أنت كمان في الاختيار فنان كريمة عبدالعزيز أمر برضو كنت موجود فيه يعني طبعا وكان شغلي كله معاه وكان برضو نجم كبير يعني أنت برضو محظوظ فيها نجم رائع وإنسان رائع وأنا محظوظ بأنني تهرفت عليه ومحظوظ بأنني اشتغلت معاه وبجد كريمة عبدالعزيز كان لساك تكون في الحشاشين؟ أكيد كان نفسك أنا كنت يعني تمام كنت في الحشاشين؟ آه بس يعني ما حصلش قلبي حص آه كنت في الحشاشين فعلا بس ما حصلش يعني حصل اختلاف في الموعيد والحاجات كده آه كنت تعمل دور إيه؟ ف يعني مش هقدر أقول طيب ميش بس قلبي حصك آه بس أنا كنت في الحشاشين فعلا آه عشان دي حاجات شغلي يعني بس أنا كنت موجود ومضيت قريدي الحشاشين على فكرة كمان بس قال موعيد والله ما عرف من عارف أكيد طبعا محدش يعرف بس كنت موجود فعلا موضيته بس يعني محصلش نصيب تمام بس يعني بس حظك من النجاح راح برضو في جودر آه لا طبعا طبعا وأنا بحب دكتور بيتر ميمي جدا 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 وكنت نفسي أشتغل معايا بس طبعا الموعيد والظروف وكده بس نفت حسن الصباح كان صعب آه جدا كان فيه صفر لكن جودر لأ هو شخصية صعبة فخليك أنت في الفن والحاجات اللطيفة طيب بعد يعني بدأت بقى تعمل أعمال كتير مظبوط ودخلت بقى يعني حسيت أن المرحلة بتتغير إمتى حسيت أن أنت بتغير نفسك بقى في الشخصيات يعني أنت عملت شعبي أكتر من مرة الأول بس كانوا مختلفين بدأت كنت بسمي نفسي وكنت قعد أزهق قعد مع صحابة قلت ممثل مكاتب بدأت ضابط أيوة صح مهندس صح فكنت قلهم أنا أزهقت أنا أمثل مكاتب يعني قاعد في شوق ومكاتب لحد ملوك الجدعانة ده كان طبعا طبعا يعني وكنت محظوظ أن عملت محنان مطاوع أمل حياتي أوف سيزون طبعا في حكايات إلا أنا طبعا النجاح غير طبيعي أمل حياتي كان هاير ومش ممكن طبعا خصوصا في البيوت صح مش معقول طبعا يعني آخر يوم عرض لأمل حياتي بعدها بشهر كان رمضان صح فجات ملوك الجدعانة صح فكان ثلاث شهور نجاح غير طبيعي وبدأ تفهم بقى النجاح الجديد اللي هو النجاح الشعبي فاتبسطت جدا بيه فكان لوجه الجدعانة وأمل حياتي هم الفرقة بالنسبة لي طيب وكنت طالع بشخصية الشريدة قوي في الاتنين آه في الاتنين قوي يعني طب بس الشر هنا لما بتبقى العملين دول أنت إزاي بتحاول تقدم نفسك تبقى مختلف يعني علشان يبقى فيه ملامح مختلفة أنا بقومش من على القهوة من على القهوة أنا حد دلوقتي أنا كنت جيلكم من على القهوة آآ آآ بتقعد عينك أنا مش بطل أنا بقعد آآ ولما مثلا أنا خش البنزينة فهو بحط حاجة مثلا أنا مركز مع الشخص بتاع البنزينة آآ وقعد على القهوة وبمشي في الشارع وفي واحد حيجي فترق التخزن شخصي في واحد حيجي حيجي